مع نبيل عبيد ومعكم انتما مستمعين وينما كنتوا نجدو لكم التحية مرحبا بكم ان شاء الله نهاركم زين وفل وياسمين بعد الاسمانة لوتشي بوشنيق مع ألفا بالرمضان العين اللي ما تشوفكش يوصلنا لثمانية واحدة شنطقيقة وفي الوقت هذية وكي ما عودناكم جي فقرة ضيفنا ضيف الماتينال اليوم ضيفة الماتينال هي السيدة دالندا عزدين هي مديرة عامة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين ومكلفة ببرنامج الرعاية الخضراء بوزارة البيئة صبح النور صباح الخيرات صباح الأنوار وصباح خير لكيفة مستمعي الإذاعة الوطنية أهلا وسهلا بيك انا فرحانة انك بحثينا أول مرة تقلي في الإذاعة الوطنية مش تتحطوا على برنامج مهم انطلق منذ 2018 نحن كنا نحكيوا على تونس وقولوا تونس خضراء وانتي اليوم ما شاء الله جيتنا لبسة بالأخضر ونحبوا بلادنا ديما خضراء برنامج من اللي يبدأ لليوم حبينا ناخذوا معاك تفاصيله للي ما يعرفوش نعرفو به للي يعرفوه نفهموا مبعضنا وينوصل للبرنامج هذي برنامج الرعاية الخضراء شكرا ويعطيك الصحة على الاستضافة هذية الحقيقة هذية فرصة بيش نوصل ونبلغوا للمساج لكيفة الشركات الخطر معنتها احنا نتوجه للشركات الخاصة برنامج الرعاية الخضراء هو نتاج لقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل الستين من اللي يحث معنتها ويشجع على الاستثمار في المساحات الخضراء وهو معنتها تشجيعا للقطاع الخاص كما قلت معنتها اعطاء ديزافونتاج معنتها للقطاع الخاص بيش يقوم بتهيئة وتشجير وصيانة المساحات الخضراء معناها هو كيمش نبسطوه للمستمعين هو تثمين معناها والتشريك القطاع الخاص مع مجهودات الوزارة لانه احدها ربما ما نخلطوش كما نلوجه على الرعاية الثقافي انه ناس تدخل وتستثمر في الثقافة من الخواص اليوم زادة في البيئة نحن بحاجة لرجال الاعمال لبرشة ناس عندهم هالفلوس مش نجموا يستثمروا هما زادة في البيئة هذا هو الهدف الاساسي من البرنامج فعلا يعطيك الصحة هي الحقيقة هو عمل ثلاثي الاطراف هو مبين وزارة البيئة اللي هي تشرف على البرنامج هذا ومبين البلدية المعنية والميسان هي الشركة الراعية كسس ونزل وإلا بانك وإلا شركة خاصة من اللي بدينا لليوم مادام دالندا قديش من واحد انخرط في البرنامج هذا من الخواص الحقيقة سنة 2018 حسب معانتها الاحصائيات اللي اعطاو هالي معانتها الزمالية خاطر اينا معانتها مكلفة بالبرنامج هذا منذ 2023 معانتها من سنة الفاردة فلت علي خلوت افكتيف من اللول الحقيقة معانتها تمت المسادقة على 20 اتفاقية والحقيقة المؤسف هو كونه معانتها ما تمش الانجاز الفعلي للاتفاقيات يعني تم الانضاء لكن على ارض الواقع ما مقاموش بتنفيذ الاتفاقية بالنسبة لسنة الفاردة قمنا بثلاثة اتفاقيات وهذا داخل معانتها في اطار برنامج سنة النظافة اللي بديت سنة 2023 ومشكورة السيدة وزيرة البيئة لحقيقة السيدة ليلى شيخاوي المهداوي اللي معانتها رجعت للقانون هذي قانون 2018 وعطاتوا اهمية وقالت عليش لا نعاودو ننثمنوه ونعاودو نخدمو عليه معانتها باش يزيد يعاوننا في سنة النظافة 2023 نهار الخميس 6 جوان 2024 سيدة تم توقيع على احداش اتفاقية اخرى فعلا فرحانين سنة اللي يحتاشن اتفاقية وحاجة بيها برشا اللي احنا معانتها العدد زاد والحقيقة معانتها قاعدين فما تشزيع على ارض الواقع وقاعدين انتبعوا خاصة الحقيقة في ولاية نابل وبالتحديد في الحمامات معانتها مشكورين شركات السياحية ووكالة الاسفار اللي قاموا معانتها بالامضاء والاتفاقيات كيف كيف ولاية بنعروس الزهرة شركة بولينا مساحة الزهرة في زغوين زاد مشكورين زاد جبل الوسط معانتها مع مجمع الصيانة والتصرف والمنطقة الصيناعية ببيرم شارقة بالنسبة لتونس كيف كيف شركة السياحة العصرية وفي منستير شركة الدراسات وتهيئة مشكورين لكل حدشن اتفاقية تمت المصادقة عليهم من طرف السيدة الوزيرة والبلديات المعنية وان شاء الله نمشيوا لأكثر احنا طوى معانتها محيين وان شاء الله معانتها العدد هذا يولي معانتها فوات دو فوات رواء بليس كسا اللي فهمتوا من كلامك اللي نابل في المرتبة الأولى اي اكثر الاتفاقيات الحقيقة معانتها صارت مع الحمامات بالذات ومشكور سيد كاتب عام بلدية الحمامات اللي معانتها في وقت وجيز معانتها معانتها عاوننا بالقدام معانتها باش تحصلنا على الاتفاقيات هذي شنوه فيها الاتفاقية هذو ما شنوه أبرز النقاط اللي نلقاها في الاتفاقية في الاتفاقية احنا معانتها هو الاتفاقية عملناها بشكل يعني استندار يعني للنسكو كيف كيف نحدو فيها المكان معانتها اللي باش يتم التدخل فيه نحدو فيها معانتها شنوه معانتها فهمتوا في وصول تحدد يعني شنوه دور الشركة معانتها منتهيئة اللي قيام بالتعاهد بالفضاء هذيك اللي مدى ثلاث سنوات وتنجم تتجدد المدة هذي كيف كيف معانتها فيها اللي فهمتوا في سكو اللي كما حكينا عليهم اللي هما مضبوطين ومقننين بالقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل الستين اللي قلنا للمصاريف اللي يتم في إطار معانتها التعاهد بالفضاء هذي معانتها يتم خسم والا يتم خسم المصاريف هذي تبدأ خارجة على الأدئات إلى حدود 150 ألف دينار دونك الحقيقة معانتها الاتفاقية كلها تشجيع وما فيهيش معانتها ديزونجاجمون كبار برشا مثلا للشركة ولا للبنك بالعكس هي تعطيه فرصة تعطي فرصة للقطاع الخاص بايش معانتها يظهر المواطنة متاعه وبايش يخدم على ال رسبونسابيليتي سوسيتال ديزونتربريز تاو احنا نسمعوا بها معانتها الحقيقة موجودة معانتها تاو القطاع الخاص يخدم عليها بالجداء وهذه فرصة أنا نقول معانتها للقطاع الخاص بايش يدخل معانا في الشراكة هذي وبايش ياخذ البلان داكسيون تاعه هذي والحقيقة هذي ما يكون كان معانتها بدرت خير للناس لكل للمجتمع لكل والتونس البرنامج هادف والبرنامج حتى حد ما ينجم يقول اللي هو مش في صالح تونس وحتى حد ما ينجم يقول ما ننخرجش فيه لكن ما تراش معايا اللي فما قلت وعي لأنه الخواص كما قلت أنت توا هما شراكي والبرنامج كامل معانيها متاع المسئولية المجتمعية للمؤسسات متاعنا الواعي ما زال ناقص ما تراش معايا اللي فما برشة مؤسسات صحيح خاصة هي قاعدة لوث في البيئة صحيح فهناك نقوله نحن في البرنامج اللي الإنخيرات بصفة وعية اللي حب ينخرط اللي ما يحبش كل حد حر فعلا وكي تعطيه قانون المالية إعفاء عن تخبارونتين ضريب يعني تناقص له من الزراء بآخر العام إذا هو شارك ورغم هذي كان فماش انخيرات كبيرة لأنه شوية معاني حديش اتفاقية وثلاثة اللي فاتوا وما تمش معانيها تحويلهم إلى أرض الواقع يعني من 2018 لليوم كنت نتصور اللي فم أكثر شراكي وأكثر منخرتي صحيح وهذي دعوة معان تربيش شاركوا معنا وزيدوا ينخرطوا والحقيقة فم برشة شركات تقول لك إنا مسمعتش به معانتها ينسيوها من 2018 معانتها تتصور إحنا اليوم 2024 25 سنين معانتها فم اللي ينسيه القانون هذي فم اللي مسمعش به فم اللي يقول لك آتيا إحنا نهار معانتها ست جوان بالحق معانتها حتى فم بلديات حسينها تحمسوا ومعانتها وماذا بيهم ينخرطوا في البرنامج هذي وإحنا لحقيقة دي معانا أمل اللي إن شاء الله إن شاء الله نتحصلوا على اتفقية أكثر ونخدموا أكثر على البرنامج هذي في الوزارة ما عندكمش استراتيجية متع تعريف بالبرنامج حتى بوغت بوغت موقع إلكتروني خاص بالبرنامج يتم فيه تقديم كل المعطيات منارش وماذا تحسيسية مش الناس تشارك لحقيقة معانتها موجودة على السيت الوزارة كمعلومة كمعلومة والتحسيس إحنا توا قاعدين معانتها بالتعاون مع البلديات قاعدين وصلوا في المساج لحقيقة راهوا فما إحنا اللي لاحظنا توا فما برشا مستعدين يحبوا ينخرطوا وقاعدين معانتها البلديات زادة تحدد في الفضاءات اللي مش يتم فيها التدخل وقلت لك كما قلت لك قبيلة الحقيقة فما تفائل فما خدمة كبيرة كبيرة وإن شاء الله ما فما كان الخير وعلى قدام إحنا متفائلين فما جرد للحدائق والمناطق الخضراء اللي يلزم فيها التدخل عنا قائمة قد يش عنا من جنينا في تونس عمومية هو راهوا الرعاية الخضراء راهي بتخص الفضاءات اللي موجودة على ذمة البلديات والحقيقة أو الرقم هذين متنجم تعتهول لكين البلديات المساحات الخضراء معنيها بالمدن التونسيكو المساحات الخضراء والمنتزهات وليرامبون حتى اللي هما على ذمة البلديات يدخلوا معنتها ينجموا يتم تهيئة اللي رامبون هذوما وكيما قلت لك معنتها بما أنه هما البلديات هما المالكي المشرف الأول على هذه الفضاءات الخضراء هما مالكين الأول هو البلدية معنتها هما على ذلك معنتها فما متابعة كبيرة من طرف البلدية ومشكورين البلديات اللي يساهموا معنا ولي إن شاء الله يخموا حتى معنتها باش يوفروا الفضاءات هذه الخضر تم المتابعة من طرف البلدية وزارة البيئة هي المشرفة على البرنامج لكن معنتها سورة البلدية هي اللي مش تتدخل وهي مش تترافق الميسان الشركة ومش تتعاون هزادي كيف كيف برفع الفضلات برفع الفضلات معناها إضافة للعناية بالمساحات الخضراء وتحسين الحدائق عنا زيدا جمع النفايات البلاستيكية ونفايات الخفيفة المتنيترة في الشويرة عمتعنا داخلها زيدا في إطار البرنامج هذي لأ هذي كبرنامج آخر هذي برنامج وحده ونفايات البلاستيك موضوع آخر إحنا نحكي وكان على الفضلات الخضراء الموجودة على ذمة البلديات الخواص المطلوب منه أنه يتلهي بالحدائق اللي ديجا موجودة وإلا ينجم هو زيدا ينشأ مساحة خضراء لأنه فما بلا يسرم فيها حتى حتى حديقة آي الاثنين المقترحة المؤلد بروزيسيون ويردين معناتها يأما هو يشوف فما فضاء قريب منه مثلا قدام الشركة على مسافة قريبة من الشركة هو يشوف فيها كل يوم مثلا ينجم يتصل بالبلاد المعنية ويقول أنا معناتها أنا مستعد نحب ناخذ معناتها المشارج الاسباس هذي ورامش نعمله لم ينجمه متاعه والتهيئة وناخذ المشارج لحقيقة سيرتو أنا نشوف القطاع السياحة معناتها معني بدرجة أولى لنوزول نحن نقول ورها الكونفور مش كان في البيت في النوزل كي سوى 4 أو 5 أو ما وسي المحيط والا السياح كيف مش يدخل للوتيل هذي كماذا به يشوف زاد اسباسفير معناتها يشوف النوزل متاع معناتها دير به الاخضار معناتها السياح ماذا به ما ليهبط للمتار نوريه حاجة خضرة ومزيينة معناه احنا نوريه للسياح راهو نقول عليش باش نشرك النوزل الأكثر اما راهو المساحات الخضراء راهو اللينا احنا وللأجيال القادمة وهذي الحل الوحيد معنات لمقاومة التلوث وخاصة نتوى مع التنوع البيولوجي وشانجم كليماتيك تغيرات المناخية وصحانة كبيرة ما تحمينا كل أشجار في الطرقات بيانسير باش توفرنا الأكسجين وإحنا نقريه في صغيراتنا وعنا برامج حتى مع وزارة التربية معناتها التحسيس البيئي هذي والمواطنة نزعو فيهم في صغيراتنا باش يعرفوا قيمة الشجرة باش يحافظوا عليها ويزيدوا معناتها أفكارهم هما ما شاء الله عليهم أنا خطر معناتها توا مكلفة بالإحاطة بالمستثمرين راهما يجيون يطلب ما شاء الله عليهم المشاريع خاصة المشاريع الخضراء نقول تبرك الله وما شاء الله عنا كفاءات وعندنا كانت التنفيذ إن شاء الله في استضافة أخرى نتحثوا على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر في بلدنا المستثمرين الشباب اللي يحبوا يعملوا حاجات صديقة للبيئة اليوم أي إن شاء الله يقول القايل الخواص اللي ينخرتوا في البرنامج هذي واللي يتعهدوا برعاية المساحات الخضراء واللي يتعهدوا إنهم يعملوا جنينة صغيرة في المحيط متاع المؤسسة متاحهم يقولك في المقابل شنو مش نربحين إضافة للأكسجين والبيئة الجميلة عملتوا في الاتفاقيات بعض النقاط مثلا إضافة للضريبة اللي مش تنقص ما يقارب 150 ألف دينار فما حاجة أخرين يحط الببليستي متاع السوسيتي متاعه مثلا الببليستي الحقيقة ممنوعة ما ينجم يحط معانتها يحط معانتها تعريفة في هذه ديمانسيون معينين حسب التراتيب المعمول بها معانتها نقوله هذا الفضاء برعاية الشركة الفلانية معانتها جوست معانتها بش يعرفوا العباد اللي هي هو ستا ميساج أترا فير السوسيتي رغم الشركات رغم اللغايات امتحها مش كان الربح وكان الأمور معانتها مالية بحتة بالعكس فيما توا إن الحقيقة معانتها توا الشركات قاعدة تخدم على كي ما قلت لك المسئولية المجتمعية وهذه ميساج هي بش توصله ربح كبير ربح كبير كيف تساهم في الاستراتيجية هذية معانتها بش توصل الميساج اللي هي منخرطة معانا دونك الحقيقة الربح رهم يكون شكان مادي نعرفوا اللي احنا الشركات معانتها ديما تخمم معانتها ربح والاهداف الاقتصادية إضافة إلى هذه الاهداف رأوا فما اهداف اجتماعية بحتة وبيئية وكي ما نعرفه معانتها فما الاهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف ونعرفوها ماذا برشة وقعدين يخدموا عليهم ومن بين الاهداف هذه هي المحافظة على البيئة ويخدموا باش ديمومة واستدامة المساحات هذه كي ما نحكي لك المساحات الخضراء وان شاء الله نوفره جودة الحياة للمواطنين الكل المسالك الصحية ديخلة في الحكاية المسالك الصحية المسالك الصحية بالمنزه مثلا بحكوخ ايه فهمتك واضح الحقيقة احنا نخدمه الأكثر كي ما قلت لك على الفضائت الفضائت اللي على ذمة البلديات خاطر البلدية هي يلزمها تكون صاحبة الفضاء هذيك وقل المنتزه بخلاف هذي معنىش الحق باش نتدخل في حاجة اخرى كي ما كنهار من عشان جاني مجدني شركة معنى يحب يقوموا بجهر الأودية قلت لك مش من اختصاص هذي ما يدخلش الحقيقة في الميسينا هو مضبوط بقانون دونك احنا معنى في اطار القانون هذيك في قانون المالية لسنة 2018 كي تم التعريف معنى للرعاية الخضراء وان شاء الله احنا في برامج اخرى معنى فمش كان البرنامج هذي البرنامج احنا نحكي وكان على البرنامج هذا اللي هو مقنن بقانون المالية 2018 لكن فمه برامج اخرى بطبيعة بالشراكة مع المجتمع المدني مع الجمعيات معانتها الحقيقة مدين ايدينا للاطراف الكل احنا ماذا بينا بزيد شاريك معانا ومرحب بيهم الناس الكل البيئة اليوم انت تخدم في وزارة البيئة معانيها وانا نسألك كمواتنا قدش تعطيها عدد على العشرين البيئة في تونس بكل صراح والله يسؤال صعيب ننا ناحية باش نعطيها انا كمواتنا باش نطيم البيئة معانتها خطر انت في الوزارة يعني انت تعرف انت تعرف امكانية الوزارة انت تعرف البرامج متاكم الكل لكن رغم هذك البيئة تشكو في بلاد بطبيعة بطبيعة مهوش سهل احنا عليش نحب نشارك الاطراف مواطن هو اللي مش يعاوننا على تنفيذ الاستراتيجيات متاعنا وعلى اليفرابل معانتها متاع الوزارة والمهام متاع الوزارة معانتها ما شاء الله معانتها احنا تبركالله معانتها كم تشوفوا معانتها السيدة الوزيرة الحقيقة احنا نهار قالوا لي تبركالله قدش ناش توزيرتكم قدش عملتوا استراتيجيات احنا في التنفيذ ماذا بينا يعاونونا في التنفيذ عنا برشا استراتيجيات قاعدين نخدم عليها كسواء مع الاطراف الاجنبية ولا مع البلاديات معانتها الخطر المهام متاعنا دونك ندخلوا في المجالات الكل معانتها مش سهل باش تقيم انت تقول اليوم تعطيها نوت الحقيقة مش سهلة مش انا باش نقيم البيئة ولا كمواطن نه كمواطن هنا نقول مثلا نقول لازم نحافظ على حدائق راي تاريخية عندها تاريخ كبير كما حديقة البلبيدير يلزم مزيد من العناية نشوفه في بعض الاحيان يبدأ ويقطعه في الاجهار لانه واحد ابن بانيا ولا اليهو يعمل هكا يقص شجرة عندها قدام سنة فما قانون يتطبق عليه ولا ما فماش مو هذو منيقات نعيشوهم ونشوفوهم صحيح لكن احنا هو مش عارف اللي هو بيدو هو منخرط هو طرح وخاصة معناتها البيئة راي مايش سهلة باش انت اليوم مثلا تنظف مكان ولا مثلا نعتيك اليوم فضاء وهذا صحيح وشوفناه في اطار حتى الموضوع متاعنا نعتيك اليوم انا فضاء ونقعد نستنى معناتها في النتيجة شنو مش تعمل فيه بعد تقول ما نجمتش بعد تقول لي مثلا هني زرعت ومشيت على روحي هذا هو العرقيل العرقيل متاعنا هي الاستدامة المواصلة الرقابة ويزمنا معناتها مش خدمة متاع نهار ولا خدمة انا نجم اليوم ونقولك نكون متفائلة ونقولك شوف محلها الدنيا منظفها لكن بعد ساعة ترجع كيف ما هيت عملوا خطايا يا أخوي وقت اللي تحط لانتي حاوية في الطريق العام وترى المواطن يرمي في القاعة وقتات خطية إذا المواطن ملقاش حاوية على امتداد ما يبدأ ماشي من اللفايات للي قريب يوصل للبساج وما يلقى حتى حاوية عمومية اللي كانت موجودة احنا لمنع الأكيس البلاستيكية مع أنت قمنا بأعداد قانون في ذلك وفما نصوص قانونية تمنع البلاستيك أي من بعد في بالكش صار ما نمنعوا الأكيس البلاستيكية يلزم معاش نستعملوها لكن بعد والا المواطن يشريها بالفلوس ويستعمل فيها مع منحة شي كما الخبز اللي معاش نبيعوه في ساشي أي فجأة نقضنا وقمنا وليت ساشي بالفلوس يعني نحنا عملنا قانون مش نمنعوا حاجة أي فما هي راي الأكيس راي فيها مواصفات معنات الأكيس اللي بيعوا فيها في المخابز راي الحقيقة ما عندهاش مواصفات ما عندها خطيرة بالعكس ساشي نعوضها بكارتون مش خير بيانسور ومرت ما تبعليش متاع المواصفات هو هو حر أحنا ما لجموش ندخلو في تسويق متاعه هو حر معنى نجم يبيحها في الكارتون ولي بيحها في الساشي أما المهم مش الأكيس البلاستيكي الممنوع بالقانون اللي معنتها الموجود أنا نقول لك نمشي معك أبعد نلقى طفل صغير يبيع في اللي ساشي قدام المخبز علش والمواطن يشري من عنده علش يشري من عنده المواطن إحنا علش نعملو فيه هذي الكل لإحنا باش نحافظه على صحة المواطن إذا هو مش واعي بالخطورة الشي معنى تبقى خطورة الأكيس على صحته من جمشي هزكي ما كنا قبل نقضيه في القفة نهزو قفتنا معانا ويني القفة التونسية نشكرك برشا مدام دالندا هو الحديث معاك طويل وفرما برش أسألة لكن اليوم الزاوية متاعنا كانت برنامج الرعاية الخضراء لندعي نسكول أنهم يشيركم فيه شكرا لك مدام دالندا عزدين مدير عامة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين ومكلفة ببرنامج الرعاية الخضراء بوزارة البيئة الفنانة السوبرستار راغب عليها راغب عليها